لإلقاء الدوء على الإنجازات والإيجابيات والنجاحات التي تحققت في المجالات المختلفة على مستوى الوطن العربي وتكريم أصحابها تعالوا انتبع التفاصيل في التقرير اللي جاي أقامت مؤسسة المنجزين العرب للتنمية برئاسة اللواء سامح لطفي عضو مجلس النواب عن اختيارها للرئيس عبد الفتاح السيسي كشخصية عام 2018 للمسئولية الاجتماعية كما أعلنت المؤسسة عن قائمة الشخصيات المصرية المؤثرة في ذات المجال وجاء على رأس هذه الشخصيات الجراح العالمي الدكتور مجدي عقوب رئيس مركز القلب في أسوان واللاعب محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول إنجليزي النهاردة المؤتمر دولي التالت للمنجزين العرب ويمكن هذا المؤتمر ليه أهمية خاصة عندي لأنه أول مؤتمر فعلا يجمع بين الوطن العربي كله النهاردة فيه مشاركة من 20 دول من دول عربية وأيضا فيه مشاركة من بعض الدول الأوروبية للدول العربية المقومين في بلاد المهجر فيه مجموعة من الشخصيات الكبيرة اللي هيتم النهاردة إن شاء الله تكريمها سواء على المستوى الاجتماعية على المستوى الفني على المستوى الثقافي على المستوى الرياضي فيه حضور النهاردة قوي الحمد لله سواء من الإمارات العربية من السعودية من سلطانة عمان من الكويت الشيخة فاطمة القاصمي موجودة معنا النهاردة الستدرا время الباغلي يتم تكريم المتخب السعودي المؤقين اللي خصل على بطولة العالم لأربع سنوات متتالية معنا مشاركة من غزة معنا مشاركة من جموع الوطن العربي وده كان دور المؤسسة نحن نعمل نوع من الالفة ونحن نجمع الامة العربية في مصر ام الدنيا ونسبة للعالم كله ان مصر هي دولة الامن والامان كرم مؤتمر المنجزين الذي تمت اقامته تحت عنوان الابداع والتميز عددا من المهتمين بقضايا المجتمع في مصر ومجموعة كبيرة من دول الوطن العربي من الكويت والامارات والاردن وفلسطين وغيرها من الدول مع اظهار نماذج نجاح يمكن للشباب ان يحتذوا بهم احنا مصر هي ام الدنيا يعني ما بنقدر نستغنى عن مصر وعن نيجي بهذا التكريم التكريم هذا كتير يعني معنوي يعني لنا كفلسطينيين اشي كتير كبير لانه انا بشتغل بالعمل التطوع الي حوالي 18 سنة فالتكريم بوجودك وانت حاي كتير بفرق معاك لما انت تكرم قدام الناس قدام مجموعة من الدول العربية في مصر ام الدنيا زي ما حكيت لك فاحنا الها نصيب الاسد عنا كفلسطينيين ومنحب دائما نكون متواجدين في اي افنت في اي يعني مؤتمر لكمان فلسطين تكون حاضرة اهمية التكريم ان انا خرجت من مصر برضو شاب واعتمدت على نفسي واخدت العزم اني انجح فانجحت وده لكل شاب يخرج من مصر ويقيم امكانياته وقدراته ويعمل في مجاله ممكن يصل لما وصلت لي انا بس المهم يعقد العزم وفي مجاله هو قوي فيه يشتغل فيه وربنا بيسهله ويبقى كويس جدا وحاجة اني يا بقى انا اللي فتح للمجالات دي طبعا انا كنت رياضي وطبعا الرياضة فتحت لي مجالات كثيرة جدا ومعارف وقتصالات سياسية اقتصادية انا قدرت استغلها وكرم المؤتمر ايضا رجل الاعمال محمود العربي رئيس مجموعة تشيب العربي نتيجة جهود مؤسسة العربي لتنمية المجتمع في انشطة الخير المختلفة التي تقدمها كما شارك في الحفلة الذي يقام سنويا مؤسسات خيرية واشخاص من اصحاب المبادرات الاجتماعية والثقافية وفي الختام كشفت المؤسسة عن اعلان تأسيس الاتحاد الدولي للمنجزين العرب تكريم اصحاب المبادرات بيديهم حافز معناه كبير علشان يكملوا طريقهم في تنمية المجتمع النهاردة مؤسسة المجزين العرب بتعمل حفلة تكريم كبير لعدد من الشخصيات اللي شافت ان كان لهم دور مهم في تنمية مجتمعهم خلال 2018 فريد ادوار سي تي في